بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا كنا بدأنا في حلقات يوم الاتنين نهتم بحاجة مهمة جداً وبناء الإنسان وما ينفعش بناء الإنسان من غير أن يكون فيه عمود أساسي في شخصية الإنسان وهي القيم وتكلمنا عن القيم التلاتة الأساسية وقيمة الرحمة والخير والجمال وابتدينا نفصل في الكلام عن قيمة الرحمة وبقينا نقول أن سبحان الله القيم التلاتة الأساسية اللي احنا أخذناهم من حديث سيدنا جبريل قيم ما زالت فعالة وما زال كل البشر بيحتاجوها وكأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نستطيع أن احنا نتنسم أنورها وهي بتخسل قلوبنا عشان نرجع مرة تانية بناء دمين حقيقيين مش بناء دمين عبارة عن بناء دمين صور وأشباح وبلاستيك زي ما بيقولوا لا بناء دمين بيعيشوا فعلا كان خلقوه القرآن وعشان كده أردنا أن احنا نكمل فلقينا أن احنا بنتكلم على قيمة الرحمة لقيناها بتشمع الأربع قيم من القيم الفعالة في الحياة القيمة الأولينية قيمة قيمة البساطة ثم التسامح ثم المحبة ثم التواضع وقفنا طويلا عن قيمة المحبة فبتسألونا وقفنا طويلا ليه عن قيمة المحبة والنهار دعا نكمل الكلام عن قيمة المحبة ليه؟ الناس من غير الحب بيعيشوا علاقات مسمومة إن عايز من غير قيمة الحب الأب ما بحسش أنه هو أب والأم ما تحسش أنه هي أم لأن قيمة المحبة دي هي القيمة اللي ارتضاها الله سبحانه وتعالى تكون الجسر اللي بيننا وبينه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما زال وما تقرب إلي المتقربون بأحبة مما افترضتوا عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه والذي يسمع به وبصره والذي يبصر به إلى نهاية الحديث فالمحبة هي قيمة أساسية لازم نعلمها لأولادنا وإحنا تكلمنا في حلقات عن المحبة والنهاردة آني الأوان إن احنا نتكلم عن حاجة مهمة نتكلم عن إيه؟ عن المحبة الرشيدة محبة الرشيدة يعني إيه؟ محبة لما نعملها ما نحسش أن المحبة بقى تعبئة علينا ما نحسش أن المحبة دي هو إحنا نقعد نتساءل وإحنا قلقلين هي المحبة دي ممكن تكون هي فعلا بوابة السعادة إحنا عارفين إن المحبة تفتح لنا أبواب السعادة بس إحنا ليه من السعادة؟ ليه المحبة دايما تكون رهان بالراهنة على حاجة لا إما تيجي لا إما ما تجيش ليه المحبة دايما نحس إن المحبة دي ممكن تستهلكنا ليه المحبة دي تكون سبب من أسباب التسرع وعدم التدبر وعدم الحكمة في اتخاذ القرارات النهاردة نتكلم على إزاي المحبة تكون محبة رشيدة محبة متزنة محبة تحس الإنسان إن هي قيمة إضافية في حياته ومش خاص لأن إذا كانت المحبة قيمة فالقيم هي التي تعطي لحياتنا قيمة النهاردة نتكلم على المحبة بهذا المعنى وبهذا وبهذه النكهة نكهة المحبة الذي إذا علمناها لأولادنا لا يضعفه ولا يحسين بأنهم يهانوا ولكن هيحسوا إن المحبة دي بتخليهم يشوفوا الحياة أفضل وإحنا لما نعيش مع الناس بالمحبة مش هنحس إن المحبة دي ممكن تخلينا في تحديات دايما نطلع منها خسرينين إزاي المحبة تكون ده؟ ده اللي هنتناقش فيه مع ضيوفنا اللي هنشرفونا اللي احنا هنتناقش معهم في إزاي نرسل للمحبة الرشيدة ولكن بعد الفاصل